أعزائي طالبات وطلبة الصف الثاني الإعدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في برنامج مدرسة على الهول كل سنة ونطيبين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد طبعا منهج الراديات عبارة عن فرعين جبر وهندسة بالنسبة للجبر أول موضوع عندنا هو الجزر التكعيبي للعدد النسوي طيب إحنا في العام الدراسي السابق في الصف الأول الإعدادي كنا درسنا الجزر التربيعي للعدد النسوي الموجب ده كان بيرمز له بهذا الرمز بص كده معي علمت الجزر التربيعي أهيه واكتب كده جواه ألف ده يقرأ الجزر التربيعي للعدد النسوي الموجب ألف وده معناه العدد الذي مربعه هو ألف يعني لو قلتلك الجزر التربيعي للعدد أربعة يعني إلا أضربه في نفسه ويدين أربعة اتنين يا ميستر لو قلتلك الجزر التربيعي للعدد تسعة إلا اضربه في نفسه يدينا تسعة تلاتة وهكذا خد بالك بقى في ملحظتين قلناهم مهمين جدا هل يوجد جزر تربيعي للعدد سلب أربعة لو قلتلك مثلا الجزر التربيعي للعدد سلب أربعة هو في جزر تربيعي لعدد إشارته سلب لا يا ميستر مفيش عشان ما عنديش عدد اضربه في نفسه يدينا سلب أربعة لو قلتلك الجزر التربيعي لسلب تسعة في عدد أضربه في نفسه يدينا سلب تسعة أيضا ما فيش وهكذا طيب بصيلي بقى هل أنا لو ضربت الجزر التربيعي في نفسه يعني لو قلتلك الجزر التربيعي لتلاتة مثلا الكل تربيع كأن بقول الجزر التربيعي لتلاتة في الجزر التربيعي لتلاتة يا طرع يدينا ايه حيديك تلاتة لو قلتلك الجزر التربيعي لأربعة في الجزر التربيعي لأربعة حيدينا كم ما بداخل الجزر لو قلنا الجزر التربيعي الخمسة لكل تربيع يعني جزر خمسة في جزر خمسة حيدينا كم حيدينا خمسة واحد كذا يبقى فيه ملحوظتين دلوقتي قلناه مفيش جزر تربيعي العدد اشارته سالب الملحوظة التانية الجزر التربيعي لما ضربه في نفسه يديك ما بداخل الجزر احنا بقى في الصف الثاني الاعدادي هندرس الجزر التكعيبي للعدد النسبي خد بالك في بداية الحلقة انا قلت لك ايه الجزر التربيعي للعدد النسبي الموجب لاني ما عنديش جزر تربيعي للعدد نسبي ايه سالب طب لما اقول بقى الجزر التكعيبي يمكن ايجاد الجزر التربيعي للعدد النسبي الموجب وللعدد النسبي السالب لما اجا اكتب الجزر التربيعي للعدد النسبي الف يا طرى يكتب ازاي بص معايا على الشاشة الجزر التكعيبي للعدد الف اهو سواء كان موجب هو العدد الذي مكعبه هو آلف يعني العدد اللي اضرابه في نفسه تلت مرات يديك آلف يرمز له بهذا الرمز علمت الجزر كده والدليل بتاعه هنا بكتب تلاتة طيب كمثلا لو قلتلك الجزر التكعيبي للعدد 8 هو ايه العدد اللي اضرابه في نفسه تلت مرات يديك 8 انا عارفه يا مستر 2 في 2 في 2 يبقى الجزر التكعيبي للتمانية 2 لو قلتلك الجزر التكعيبي للعدد سالب 27 احنا اتفقنا على حاجة انه يمكن ايجاد الجزر التكعيبي للعدد السالب وحيطلع بسالب او مكتب الاشارة السالب واسأل نفسي هو ايه العدد اللي لو ضربته في نفسه تلت مرات يديك 27 هو كام 3 يبقى الجزر التكعيبي للسالب 27 يديك سالب 3 طب اللي بعده الجزر التكعيبي للعدد سالب 8 على 125 اخد البسط الوحده والمقام لوحده والاشارة ايه طبعا ده عدد نسبه سالب يوم يطلع بسالب زي ما هو الجزر التكعيبي للتمانية اتفقنا لسه دلوقت ايه العدد اللي اضربه في نفسه تلت مرات يديك 8 هو الاتنين على الجزر التكعيبي لل125 ايه العدد اللي لو ضربته في نفسه تلت مرات يديك 125 برافو عليك 5 واحد ارد عليها طيب اللي بعده الجزر التكعيبي للعدد 64 هو ايه العدد اللي لو ضربته في نفسه تلت مرات يديك 64 طبعا اربعة ملحوظة يمكن كتابة الجزر التكعيبي للعدد النسبي على الالة الحاسب احنا تعلمنا في النسبة للعام الصابت في الصف الاول اعدادي ازاي اكتب الجزر التربيعي للعدد على الالة الحاسب طبعا كانت على الالة فيه العلامة دي كده بهذا الشكل ادي كده بكتب اهو كده وبكتب عليها الجزر التربيعي مثلا اربعة وكان الناتجة اطلع اتنين طبعا وازا اكتب الجزر التكعيبي ومكتب shift الاول وبعد كده اضغط على علامة الجزر واكتب مثلا تمانية يطلع النتج يسوي كام يسوي اتنين وهكذا يبقى لو حبيت تكتب الجزر التكعيبي على الالة الحسبة بتدوس على مفتاحين الاول shift وبعد كده علامة الجزر طيب تعالوا بقى نتكلم بعد ما تكلمنا عن الجزر التكعيبي للعدد النسبي وقولنا ده معناه العدد الذي مكعبه هو ايه هو الف اللي هو العدد النسبي ده طيب ممكن بقى احل معادلات من الدرجة التالتة احنا خدنا مثلا قلنا ايه سين تربيعك بتسوي تسعة عايز اجيب قيمة السين يبقى موجب او سالي بالجزر التربيع التسعة طب لو قلتلك سين تكعيب تسوي تمانية عاوز اجيب قيمة السين اجيبها ازاي بالضبط كده بجيب الجزر التكعيبي للطرفين بعد ما درسنا الجزر التكعيبي بص معايا كده على السؤال ده اوجد قيمة سين في كل من رقم واحد الجزر التكعيبي السين يساوي خمسة تعال نكتب المعادلة دي برا كده ونشوف ايه اللي هيحصل بص كده معايا هادي الجزر التكعيبي لسين تساوي خمسة عاوز احل هازي المعادلة اجيب قيمة السين احنا اتفقنا من شوية على حاجة لما تضرب الجزر التربيعي في نفسه يديك ما بداخل الجزر عشان اتخلص من الجزر طب عاوز اتخلص من الجزر التكعيبي اعمل ايه اكاعة بالطرفين عشان لو ضربت الجزر التكعيبي في نفسه ثلاث مرات يديك ما بداخل الجزر يعني حك تبكينا كده الجزر التكعيبي السين الكل قس تلات يساوي اكاعة بالنحية التانية تبقى خمسة قس تلات لما اضرب الجزر التكعيبي السين في نفسه ثلاث مرات يديك ما بداخل الجزر سين يساوي يعني ايه بقى خمسة قس تلاتة برافو عليك واحد قال لي يا مستر يعني خمسة مضروبة في نفسها ثلاث مرات 5 5 5 5 يديك 125 اذا قيمة السين هنا بتسوي كام تسوي 125 تعالى نشوف كده معادلة تانية بص معايا كده انا هكتب لك معادلتين مع بعض قدي عندي هو عشان نكتب كل واحدة في ناحية المعادلة الاولى هي الجزر التكعيب السين قدي الجزر التكعيب السين تسوي سالب الجزر التربيعي الاربع خد بالك بقى الجزر التكعيب السين يسوي سالب الجزر التربيعي الاربعة الاول ما تيجي نجيب كده سالب الجزر التربيعي الاربعة مش احنا عرفنا ان الجزر التربيعي الاربعة معناه ايه العدد لو ضربته في نفسه يديك اربعة ايه هو رفع ليك هو الاتنين يبقى سالب الجزر التربيعي الاربعة اكتب السالب واكتب جنبها الاتنين يبقى حنكتب الشكل ده كده ان الجزر التكعيب السين يسوي سالب الله كده بقى اقدر اكمل احنا لسه قيلين دلوقتي هو انا عشان اتخلص من الجزر التكعيب العلامة دي اعمل ايه برافو عليك اكاعد الطرفين يعني اكتب كده الجزر التكعيب السين الكل لقص تلاتة والنحية التانية سالب اتنين ايضا قص كام قص تلاتة لما اضرب الجزر التكعيب السين في الجزر التكعيب السين يديك ما بداخل الجزر اللي هو مين برافو عليك انت عرفتها اللي هي سين يساوي سلب 2 في سلب 2 في سلب 2 يديك كام سلب 8 اذا قيمة سين هنا تساوي كام تساوي سلب 8 طيب لو اديتك معادلة تانية بص كده معايا سين قص 3 زائد 27 تساوي 0 هذه معادلة ايضا من الدرجة التالتة عاوز احلها احنا اتفقنا وتعلمنا ازاي احل معادلات خد بالك اما تيجي تحل معادلة يعني ايجاد قيمة المتغير اللي امامك ده اللي هو سين المعادلة اتفقنا عبارة عن كفتين ميزان طرف ايمن وطرف ايصر عشان احلها محتاج في الطرف الايمن يكون عندي سين بس يبقى تخلص من اللي مع السين ده انا عندي في الطرف الايمن سين تكعيب زائد 27 اقدر اتخلص من 27 اقدر يا مستر اتعلمناها ازاي اخرج 27 دي بعكس الاشارة او بمعنى اخر بضيف المعكوس الجمعي للعدد 27 وهو سالب 27 الطرفين بص كده معي يبقى اكتب كده سين قس 3 تساوي وخرج 27 دي بعكس الاشارة يبقى سالب 27 اه عاوز بقى اجيب قيمة السين اتعلمنا بقى النهاردة عشان اجيب قيمة السين يبقى بجيب الجزر التكعيبي للعدد اللي هو سالب 27 عشان اتخلص بالتكعيبي اللي فوق السين بجيب الجزر التكعيبي للطرف الاخر يبقى سين تساوي اتعلمنا في بداية الحلقة ازاي اجيب الجزر التكعيبي العدد معنى ايه ايه العدد اللي لو ضربته في نفسه 3 مرات يديك سالب 27 او بمعنى اخر الجزر التكعيبي العدد سالب يطلع سالب واقولها كده ايه اللي اضربه في نفسه 3 مرات يدينا 27 برافو عليك هو 3 اذا قيمة سين هنا كام؟ هي 3 تعالوا كده ننتقل لمعادلة تانية بيقول لي 8 سين قسي 3 زائد 7 تساوي 8 ادي المعادلة هي 8 سين قسي 3 زائد 7 تساوي 8 عاوز احل هذه المعادلة احنا اتفقنا بقى عشان احل معادلة قلنا المعادلة عبارة عن كفتين ميزان طرف ايمن وطرف ايصر الطرف الايمن عبارة عن 8 سين قسي 3 زائد 7 وانا عاوز السين بس اعمل ايه؟ اتخلص من السبعة واتخلص من التمانية واتخلص من التكعيب باجاد الجزر الايه؟ التكعيبي طب ازاي اتخلص من السبعة؟ كلكم شاطرين وعارفنا طبعا باضافة المعكوس الجمعي لعدة سبعة وهو سالب سبعة للطرفين واحد يقول لي يا مستر من غير كده انا اخرج السبعة للطرف الاخر بعكس الاشارة زي ما احنا متعلمينها تبقى 8 ناقل 7 على طول اقولك برضو ده صح بص كده معايا يبقى 8 سين قسي 3 تساوي 8 ناقل 7 يعني 8 سين قسي 3 تساوي 8 ناقل 7 كم؟ واحد طيب تعالا بقى نكمل انا لسه ما جبتش قمت السين عاوز اتخلص دلوقتي من مين؟ من التمانية التمانية دي اعلاقتها بالسين بالرافو عليك دي مضروبة يا مستر والمضروبة تخلص منه ازاي؟ بقسم الطرفين على تمانية او بمعنى اخر بضرب في المعكوس الضربي للعدة الثمانية وهو 1 على 8 للطرفين يبقى لما اقسم لك هنا على تمانية وهنا على تمانية تمانية على التمانية واحد يتبقى لي هنا سين تكعيب تساوي 1 على تمانية طيب ده ده سين تكعيب أنا عاوز أتخلص من التكعيب قلنا إزاي بقى في حلقة اليوم اتعلمناها عشان أتخلص من التكعيب بجيب الجزر التكعيبي للطرفين يبقى هنا سين يساوي الجزر التكعيبي لواحد على تمانية الله يبقى سين تساوي عاوز أجيب الجزر التكعيبي لواحد على تمانية أجيب الجزر التكعيبي للبسط والجزر التكعيبي للمقاب هو الجزر التكعيبي بتاع الواحد كم يعني ايه اللي اضربه في نفسه ثلاث مرات يدينا واحد تمام كده واحد والجزر التكعيب للتمانية قلناها لغاية دلوقتي كتير طبعا اتنين يبقى السين عبارة عن كام عن نص واحد على اتنين تعالوا نشوف كده معادلة كمان بيقول لي السين زائد ثلاثة الكل تكعيب تساوي تلتمية تلاتة واربعين اهو بص كده سين زائد ثلاثة الكل قص ثلاثة تساوي تلتمية تلاتة واربعين طيب عاوز احل هذه المعادلة يا طرى بقى اول خطوة هنا اعمل ايه اتخلص من التكعيب اللي امامك ده ازاي باتخلص من التكعيب اتعلمناها برافو عليكم بايجاد الجزر التكعيبي للطرفين يبقى هنا لما اجيب الجزر التكعيبي للقوس ده يديك ما بداخل القوس اللي هو سين زائد ثلاثة يساوي هجيب الجزر التكعيبي للتلتمية تلاتة واربعين اهل هي كده الجزر التكعيبي للتلتمية تلاتة واربعين يعني سين زائد ثلاثة تساوي كام ايه بقى اللي اضربه في نفسه يديك تلات مرات يديك تلتمية تلاتة واربعين ممكن اكتبها على الالة الحسبة شفت جزر حيدينا كام الناتج سبع طيب امامنا دلوقتي معادلة من الدرجة الاولى في مجهول واحد اللي هي سين زائد ثلاثة بتساوي سبع عاوز اجيب قيمة السين اجيبها ازاي اتخلص من مين من اللي مع السين اللي هو الثلاثة ازاي اخرجها للناحية التانية بعكس الاشارة يبقى سين تساوي سبع نائز ثلاثة ومنها سين تساوي كام تساوى اربعة كده انا حلت هزي المعادلة وجبت قمت السين طيب احنا بقى دلوقتي بعد ما تعلمنا الجزر التكعيبي للعدد النسبي وقولنا طبعا انا بقول الجزر التكعيبي ما بقولش الموجب عشان يمكن ايجاد الجزر التربيعي الجزر التكعيبي للعدد النسبي الموجب والساني لكن لا يمكن ايجاد الجزر التربيعي العدد نسبي ساني طيب احنا تكلمنا قبل كده في الاعداد النسبي وعرفنا ان العدد النسبي نون يكتب بالصورة الف على به حيث الف وبه بيكونوا عددين صحيين والشرط التاني ان المقام لا يساوي الصفة تعال نكتب مع بعض كده تعريف العدد النسبي مجموعة الاعداد النسبي نون تكتب بهذا الشكل ادي قص مجموعة طبعا بطريقة الصفة المميزة الف على به حيث الف وبه اعداد ايه صحيحة برافو عليكم والشرط التاني ان المقام لا يساوي صفر اي عدد بصورة بسط على مقام والمقام لا يساوي صفر والبسط والمقام اعداد صحيحة يسمى عددا نسبية زي ايه زي كده مثلا مثلا اتنين على تلاتة هذا يسمى عدد نسبي ينتمي الى نون طيب سالب خمسة على سبعة ايضا ده عدد نسبي سالب عرفت منين انه سالب اعرف منين انه العدد النسبي سالب او مجب اضرب البسط في المقام اذا كان الناتج عددا مجبا يبه هذا العدد عدد نسبي مجب اذا كان الناتج عددا سالبا يبه العدد النسبي عدد نسبي ايه سالب لو قلتلك سفر على خمسة ده أيضا ينتمي النون طب لو قلنا خمسة على سفر برافو عليك واحد قال لي يا مستر ده لا ينتمي إلنه ده بالنسبة لمجموعة الأعداد النسبية وعرفنا يعني إيه العدد النسبي وقلنا أي عدد بالصورة ألف على بيه حيث ألف وبيه أعداد صحيحة والبه لا يساوي السفر يسمى عددا نسبي المجموعة اللي بعدها هي مجموعة الأعداد غير النسبية مجموعة الأعداد غير النسبية حيرمز لها بالرمز نون شارطة أي عدد لا يمكن كتابته على الصورة ألف على بيه حيث ألف وبيه أعداد صحيحة والبه لا يساوي السفر يسمى عددا غير نسبيا أو ينتمي للمجموعة الجديدة نون شارط بص معي على التعريف العدد غير النسبي هو العدد الذي لا يمكن وضعه على هذه الصورة ألف على بيه حيث الألف والبيه أعداد ينتمي هنا لصد والبيه لا يساوي السفر زي الجزر التربيعي الاتنين خد بالك بقى لما أقولك الجزر التربيعي للعدد أربعة أنا عندي عدد أضرابه في نفسه يدين أربعة اللي هو اتنين الجزر التربيعي التسعة عندي عدد أضرابه في نفسه يدينا تسعة اللي هو التلاتة طب الجزر التربيعي الاتنين ما عنديش عدد أضرابه في نفسه يديك اتنين وبالتالي يسمى عددا غير نسبية الجزر التكعيبي للأربعة إيه اللي أضرابه في نفسه تلات مرات يديك أربعة مفيش يا ميستر إذا هذا العدد ينتمي إلى نون شارطة مجموعة الأعداد غير النسبية باي اللي هي النسبة التقريبية اتنين وعشرين على سبعة أيضا تنتمي لنون شارطة مجموعة الأعداد غير النسبية الجزر التربيعي الخامسة زائد واحد أنا عندي الواحد عدد صحيح لكن الجزر التربيعي الخامسة برضو نفس السؤال هو إيه العدد اللي لو ضربته في نفسه يديك خمسة ما عنديش وبالتالي ده أيضا عدد إيه غير نسبي فيه بقى ملحوظة عايزين نقولها إن النون اللي هي مجموعة الأعداد النسبية والنون شارطة مجموعة الأعداد غير النسبية هل فيه تقاطع بينهم يعني فيه عدد نسبي وغير نسبي في نفس الوقت لأ يا مستر وبالتالي النون تقاطع نون شارطة يساوي إيه يساوفا ما تيجي نشوف كده مع بعض مثال على العدد النسبي والغير نسبي بص ما على الشاشة بيقول لي إيه وجد قيمة سين في كل مما يات وبين ما إذا كانت سين تنتمي لنون أم سين تنتمي لنون شارطة أول سؤال خمسة سين قصة اتنين يساوي عشر تعالوا نحل هذه المعادلة بص كده معايا أدي خمسة سين قصة اتنين هيت وساوي عشر عاوز أحل هذه المعادلة عشان أجيب قيمة السين طبعا أول خطوة هنا تخلص من مين كلكم شاطرين في حل المعادلات قلنا بتخلص من الخمسة أقسم الطرفين على خمسة يبقى هنا على خمسة وهنا على خمسة خمسة على الخمسة يديك واحد في سين تربيعي يبقى سين تربيعي يساوي عشر على الخمسة يدينا كام اتنين طيب عاوز بقى أجيب قيمة السين إحنا اتفقنا عشان أتخلص من التربيع اللي هو قصة اتنين اللي فوق السين بإيجاد موجب أو سالب الجزر التربيعي يبقى هنا سين تساوي موجب أو سالب الجزر التربيعي لاتنين جميل هو الجزر التربيعي للعدد اتنين معناه إيه إيه العدد اللي لو ضربته في نفسه يدينا اتنين مفيش يا مستر وبالتالي هذا العدد ينتمي لإيه ينتمي إلى نون شرطة يعني ده عدد غير نسبي عرفنا بقى النسبي من غير النسب طب نشوف كده معادلة تانية بيقول لي أربعة سين تربيع يساوي تسعة هكتبها لك وهي معي هذه أربعة سين والستنين يساوي تسعة عاوز برضو أحل هذه المعادلة أتخلص من مين الأول من الأربعة أو مقسم الطرفين على أربعة أربعة على أربعة حيدينا واحد يتبقى لك هنا سين تربيع يساوي تسعة على أربعة طيب تعلمنا بقى عشان أتخلص من التربيع بإيجاد موجب ما تنساش الإشارتين موجب أو سالب الجزر التربيعي للعدد تسعة على أربعة أدي سين تربيع تساوي أدي موجب أو سالب الجزر التربيعي لتسعة على أربعة يبقى سين طبعا هنا هتبقى سين بس من غير التربيع تساوي موجب أو سالب الجزر التربيع لتسعة على أربعة يعني تلاتة على اتنين طبعا ده الجزر تلع له قيمة تلاتة على اتنين يبقى ده ينتمل إيه؟ برافو عليك ده أيضا كده حيكون عدد إيه؟ عدد نسبة لكن لو ما خرجش من جوه الجزر التربيعي يبقى عدد غير نسبة نشوف كده معادلة تالتة بيقول لي سين تكعيب خد بالك كده أدي سين تكعيب إيه؟ أنا هعمل لكم هنا معادلتين سين تكعيب تساوي مية خمسة وعشرين عاوز هنا أتخلص من التكعيب عاوز أجيب قيمة السين وقولنا عشان أتخلص من التكعيب بإيجاد الجزر التكعيبي وخد بالك لما يكون سين تربيع بحط إقشارتين مجب وإيه وسال لكن في التكعيب هي إقشارة العدد اللي أمامك بس يبقى سين تساوي الجزر التكعيبي للعدد مية خمسة وعشرين يعني السين تساوي كام؟ اتفقنا أن الجزر التكعيبي للعدد مية خمسة وعشرين معناه إيه هو العدد اللي لو ضربته في نفسه تلت مرات يديك مية خمسة وعشرين أو بمعنى آخر يمكن استخدام الآلة الحزبة اكتب شفت جزر مية خمسة وعشرين هيطلع النتج بكام؟ بخمسة العدد خمسة نسبي ولا غير نسبي؟ مرافو عليكم ده ينتمي إلى نون يبقى هنا خمسة ده عدد إيه؟ ده عدد إيه؟ نشوف كده معادلة ربعة بيقول لي هنا سين ناقص واحد لكل تربيع تساوي أربعة آه هنا عاوز أتخلص الأول من التربيع وقولنا عشان أتخلص من التربيع بموجب أو سالب الجزر التربيعي يبقى هنا سين ناقص واحد تساوي أدي موجب أو سالب الجزر التربيعي لأربعة يعني سين ناقص واحد تساوي موجب أو سالب هو الجزر التربيعي لأربعة ده عارفينها بقى؟ قلنا معناه إيه العدد إيه اللي لو ضربته في نفسه يديك أربعة إيه اللي هو كام؟ إيه اللي هو أتنين الله خد بالك أنا دلوقتي عندي سين ناقص واحد بتساوي موجب أو سالب اتنين روحت أنا آسم الصفحة نصين ليه؟ عشان عندي مرة اتنين بالموجب ومرة اتنين بالسالب يعني أكتبها كده سين ناقص واحد مرة تساوي اتنين والتانية سين ناقص واحد مرة بسالب اتنين أمامك دلوقتي معادلتين يعني أطلع لقمتين للسين خد بالك سين ناقص واحد بتساوي اتنين عاوز أحل هذه المعادلة يبقى سين تساوي اتنين وخرج السالب واحد ده بعكس الإشارة يبقى زائد واحد يعني السين تساوي كام؟ تساوي تلاتة ده كده الطرف الأيمن أو الناحية الأولى التانية بقى هخرج السالب واحد بعكس الإشارة يبقى سين تساوي سالب اتنين زائد واحد ومنها سين تساوي كام؟ طبعا سالب اتنين زائد واحد إشارتين مختلفتين وطالما الإشارتين مختلفتين أعمل إيه أطرح ولا أجمع بطرح وكتب إشارة الكبير يا مستر يبقى السين بكام بسالب واحد إذن السين تساوي تلاتة أو سين تساوي كام سالب واحد طيب إحنا تكلمنا دلوقتي عن تعريف العدد غير النسبي وقلنا أن العدد غير النسبي هو العدد الذي لا يمكن وضعه على الصورة ألف على به حيث ألف وبه عددين صاحيين والبه لا يساوي إيه لا يساوي السين طيب بالنسبة بقى في ملحوظة عايزة أقولها كل عدد غير نسبي تقع قيمته بين عددين نسبيين تاني الملحوظة كل عدد غير نسبي زي مين؟ زي الجزر التربيعي الاثنين الجزر التكريبي التلاتة الجزر التكريبي الاربعة وهكذا دا بيقع قيمته بين عددين إيه نسبيين بص معايا كده على الشاشة إذا كانت سين عددا صحيحا اوجد قيمة سين إذا كان خد بالك أنا عاوز أجيب قيمة السين هنا الجزر التربيعي للعدد ثمانين هيكون أكبر من السين وأصغر من سين زائد واحد يطرى السين هنا بكام عاوز أعرف قيمتها كام أعمل إيه؟ تعالا كده نطلع بره ونشوف إليه يحسن أنا حكتبها لك تاني أهيه قادي الجزر التربيعي للعدد ثمانين هذه هنا الجزر التربيعي للتمانين أكبر من سين وأصغر من سين زائد واحد عاوز أعرف بقى قيمة السين بكام إحنا اتفقنا على حاجة أن كل عدد غير نسبي تقع قيمته بين عددين نسبيين طب مين هو بقى العدد غير النسبي وإيه العددين النسبيين؟ الجزر التربيعي للتمانين ده نسبي ولا غير نسبي؟ بالظبط كده أنا ما عنديش عدد ضربه في نفسه يديك تمانين وبالتالي ده عدد غير نسبي طب أنا عاوز أعرف قيمة السين كده تعالا نكتب كده مربعات الأعداد يعني إيه مربعات الأعداد؟ أنا عندي الأعداد كده واحد صح؟ اللي بعده كام؟ اتنين اللي بعده تلاتة اللي بعده أربعة ده أعداد العدد خمسة ودي ستة ودي سبعة وتمانية وهكذا تعالا نربعهم يعني نضرب كل واحد في نفسه واحد في واحد بواحد ربع لي الاتنين يديك أربعة ربع التلاتة تسعة ربع لاربع ستتاشر ربع الخامسة خمسة وعشرين الستة ستة وثلاثين السبعة تسعة واربعين بعد كده التمانية 64 ربع اللي بعده تسعة واحد وتمانين وهكذا هو بقى مديني ايه مديك الجزر التربيع التمانين يا طرى بقى شل الجزر خلينا في العدد اللي جوه الجزر التمانين ده يقع بين مين ومين في دول بص كده ادي عند التمانين ده اكبر من 64 واصغر من 81 يعني ما كانه هنا كده يعني الجزر التربيعي لـ 80 أكبر من الجزر التربيعي لـ 64 وأصغر من الجزر التربيعي الكام لـ 81 إحنا لو كتبنا كده هو 80 صح؟ قلنا أكبر من كام من 64 بين المربعين دول 64 وكام و 81 تعال نجيب الجزر بتاعة 3 أعباد يعني نكتبها كده الجزر التربيعي لـ 64 وفي النص الجزر التربيعي لـ 80 وهنا الجزر التربيعي الـ 81 طيب الجزر التربيعي للـ 64 كام؟ هي العدد اللي أضربه في نفسه يدينه 64 برافو عليكم 8 الجزر التربيعي لـ 80 ما عنديش ده عدد غير نسب يا ميستر يبقى كتبه زي ما هو الجزر التربيعي الـ 81-9 الله بص بقى كده الجزر التربيعي لـ 80 أكبر من التمانية وأصغر من التسعة أدي العدد غير النسب اللي هو الجزر التربيعي تقع قيمته بين عددين نسبيين اللي هم مين ومين اللي هم الثمانية والإيه الثمانية والتسعة يبقى مكان السين هنا كتبت كام؟ هتلاقي مكان السين تمانية وطبعا الطرف الثاني سين زائد واحد اللي هي تمانية زائد واحد بتسعة إذن قيمة السين بتساوي كام؟ بتساوي تمانية واحد يقول لي مستر أنا في عندي ملحوظة أنا ممكن أكتب الجزر التربيعي لـ 80 على الآلة الحاسبة لو كتبت الجزر التربيعي لـ 80 على الآلة الحاسبة هيطلع لك تمانية وجزء من عشرة أو من مية وهكذا تمام؟ يعني كتب كده بهذا الشكل بص كده معي لو كتبت الجزر التربيعي لـ 80 على الآلة الحاسبة الجزر التربيعي لـ 80 يطلع كده تمانية صحيح فاصل أعداد هناك طيب ده معنى إيه؟ يعني تمانية وجزء الله يعني التمانين أكبر من الكام من التمانية والحاجة هو بقى تمانية وكام التمانية ده بين التمانية والإيه والتسعة وبالتالة بقى السين بتساوي كام على طول؟ تمانية لأن لما كتبت الجزر التربيعي لـ 80 تمانية وحاجة إيه بقى هو بين عددين صحيح اللي هم مين؟ التمانية والتسعة وبالتالي السين تساوي كام؟ تساوي تمانية طب ما تيجي نشوف كده حاجة على الجزر التكعيبي بصلي كده قالك هنا الجزر التكعيبي لـ 5 أكبر من سين وأصغر من سين زائد واحد هي نفس الفكرة إحنا اتفقنا من شوية كتبتلك مربعات الأعداد ولما عندي أعداد العد اللي هي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 وهكذا لما ربع الواحد اديتنا واحد ولما ربعت الاتنين اديتك أربعة ولما ربعت التلاتة اديتنا تسعة ربعت الاربعة الستاشر دي اسمها مربعات الايه الاعداد أو مربعات اعداد مربع كامل طيب تعالى نكتب مكعبات الاعداد يعني ادي اعداد العد هنكعب الواحد يديك واحد وكعب الاتنين يديك تمانين ولما كعب التلاتة يدينا سبعة وعشرين أما كعب الاربعة يديك اربعة وستين لما كعب الخامسة يدينا مية خمسة وعشرين وهكذا طيب احنا قلنا بقى هنا في السؤال ده الجزر التكعيب الخامسة اكبر من سين واصغر من سين زائد واحد طب نعمل ايه بصلي كده ادي عندك الخامسة يقع بين مين ومين في دول هنا بين الواحد والتمانية اه يبقى الجزر التكعيب الخامسة لما اكتبها هنا كده ممكن اكتبها بهذا الشكل ادي الجزر التكعيب الخامسة اكبر من الجزر التكعيب الواحد واصغر من الجزر التكعيب الكام بتاع التمانية صحي كده لانها بين المكعبين قولنا 1 و 5 الجزر التكعيبي للـ 1 و 1 وده عدد غير نسبي ما بيطلعش من تحت الجزر التكعيبي والجزر التكعيبي لـ 8 و 2 بص بقى معايا كده يبقى الجزر التكعيبي للـ 5 اكبر من الـ 1 واصغر من الـ 2 يبقى هنا السين بكام يبقى يا مستر السين بتساوي و 1 يقول يا مستر انا ممكن اكتبها بطريقة تانية ايه هي ان انا اكتب شفت جزر على الـ 5 يعني الجزر التكعيب الخامسة هتلاقيه واحد وكسر وبالتالي هو يقع بين الواحد والكام والاثنين احنا في حلقة اليوم اتكلمنا النهاردة عن الجزر الايه التكعيب للعدد النسبي وقولنا ان الجزر التكعيب للعدد النسبي معناه العدد الذي مكعبه هو ألف وليكن مثلا الجزر التكعيب الألف وعرفنا ان الجزر التكعيب التمانية معناها ايه العدد اللي لو ضربته في نفسه ثلاث مرات يديك تمانية وهكذا لو قلت لك سين تكعيب بتساوي 8 عاوز اجيب قيمة السين يبقى هي الجزر التكعيب لل8 وعرفنا ملحوظة مهمة جدا ان كل عدد غير نسبي تقع قيمته بين عددين نسبيين بكده عزاء الطالبات والطالبة نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم بشكركم على حسن متابعتكم انتظروني بعد الفاصل مع رياضيات للصف الثالث الاعداد